تعالوا نوصل مع بعض الرحلة الإيمانية لتعليم قراءة سورة البقرة وصلنا الآن 130 من سورة البقرة مع بعض على الشاشة ومصحفنا معانا عشان نعمل فيها العلامات عشان نتعلم أسهل وأسرع إن شاء الله ومن يرغب نون ساكنة بعدها حرف الياء إضغام ناقص بغنة هندغم النون في الياء مع الغنة نخلي بالنا عشان فيه أخطاء في الإضغام الناقص مع الياء والواو بندغم من غير غنة ونعمل كده طول يتهيألنا إن إحنا غنينا الغنة كلنا عارفين بتخرج من الأنف يبقى لازم أحس إنها خارجة من هنا وعشان أتأكد أكتر أقفل الأنف طب إزاي الكلام ده نطبقه عملي؟ تعالوا كده نطبقه عملي وما يرغب أدي إضغام من غير غنة لأن الكلمة مشي عادي خالص تعال كده وإنت عاوزك تعمل معايا كمان مر وماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي غنة بقى تعالوا نشوفها تبقى عاملة ازاي ومي .. وماي .. شايف الصوت اضغار جدا عشان فيه حاجة عاوزها تخرج وانا اقفل عليه. ليس ب 맞아요 نخلي بالنا بالكلام ده سواء المتعلمين او المعلمين يخلي بالهم. ممكن تلاقي الطالب بعمل ايه اضغام بس بدون غنة. ويتهالك انه اغنى عشان الصوت طول وماي هي دي لأ دي من غير غنة دي. وماي مش عشان طولت الصوت كده دي الغنة لا الغنة لازم تخرج من الانف. غنة مرقاقة وماي ومي ارقق الياه كويس وفخم الراه ساكنة قبلها مفتوح يا يرغب لو فخمت الراه كويس ومكنتها سهل جدا تفخم الغي غا وبعضهم من الباها مرققة بو يرغب يرغب عملة هنا باها اضغام كامل ننساكنا بعدها ميم اضغام كامل بغنة هنشدد الميم وبعين نكسرها بعد الغنة عمي ميلاتي اكسرها كويس بعد الغنة واكسر التاء واكسر الهمزة ميلاتي اي بقى ساكنة هنقلقلها طبع تكرر كتير الكلمة في سورة البقرة مرققة وحفظ على مرققة لان بعدها رغم فخمها ممكن تكذبها وتفخمها ابرا ابرا وحفظ على السكون في القلقلة او تفتحها او تكسرها ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفيها نفسه الا اكسر وشدد الله مرققة وحفظ على المادة الطبيعي من سا هنا اخفاء ننسى كنا بعدها سين الغنة حرقتين وسهلة الغنة تبع عند مخرج السين من سا من سا واكسر الفاء كويس سافيها خلي بالك فتحة ومهموسة وبعد الفاء مهموسة وبعد كده فتحة مهموسة ضعيفة اكسر ومكن الكسر سافيها سافيها خلي بالك بالها واضحها عشان قبلها يحرف مهموسة والها حرف ضعيف سافيها نفسه النون سهلة الفاء اهمسها قبل السين عشان ايه ما تكلهاش السين كده نفس وبعدين اخف بسنانة على الشفاء عشان ايه الهمس يخرج بسهولة نفس 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 وبعد كده لو قفت على هاب السكون اسكنها كويس وابينها خلي بالك شوف فيه كم حرف مهموس في كلمتين وبخرف فيهم هامس كتير جدا فلازم تعين شوية هوا للهاء لان لو ما عندش صعب جدا ان انت تبينها وتظهرها وهيكون غصبا عنك فانت لازم تسيب شوية هوا تعينهم كده عشان الهاء دايه بس نفسه 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 ومن يرغب عن ملة ابراهيم ما الا من سافيها نفسه طب يعني ايه يا عين شوية يعينهم فين طيب يعني تاخد نفس يخليك تقول كمان كلمتين ثلاثة مش تاخد نفس قد دا بس هو دا معنات عين يعني تاخد نفس اكتر من الكلام بكتير يعني ان انا هقول كمان كلمتين فهو دا اللي هتعينه واضح؟ ولا قد اصطفيناه افتح وافتح وارقق وبعد كده افتح القف مفخمة ولا قا ولا قا ولا قا دي اكثر الدال وحافظ عليها مرققة وحافظ عليها مكسورة كويس عشان بعدها صاد ايه ساكنة كده عاوز اطلع افخم كده وطبعا كل ده ضد الكسر دي ولا قادي افخم الصاد مستعلية فا صفير ولا قادي اصطفيناه خلي بالك بقى الصاد فا صفير وهمس اوعد خلي الهمس يخش على الطا لان الطا من الحروف اللي ايه تقبل صفة الهمس لكن غلط فاوعد خلي ايه لانها هيكون ايه الطا نفس الصفات ايه الصاد في الاستهلاء وفي الاطباق اوعد دخل في الطا همس اصطا طا طا طب اعمل ايه الزأ لسانك فوق قوي مكن المخرج كويس ما تخليش حاجة تعدي طا زق مكن الاطباق والاستعلاء والزأ اللسان في مخرج الطا ولا قادي اصطفيناه ولا قادي اصطفيناه ورقق الفا بعدها طا فا فا طا فا طا فا هم اسكن اللي ايه ما استعجلش عليها وبعدين افتح النون ممدودة وضم الهابس هو في ما اعملش مادة ولا قادي اصطفيناه في الدنيا واكثر الفا كويس الدال مشددة ضمها والزأ لساني زي ما قلت لك الزأ لسانك هنا بس مع الضمة مع الشدة مع الترقيق عشان برضو ما يجيش هوا وسكي النون كويس قبل الياء الدنيا الد 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 وَلَقَدِ اصطفيناه فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ أَكْسَرُ الْهَمْزَةِ كويس نقول مشددة نقولناها حركتين في ايه وَوَهِه دي مد صلة صغرى هنمد حركتين بس في الوصل إنما في الايه في الوقف ما فيش مد وإنه في الآخرة الهمزة دي ايه مش همزة عادية لا همزة مد بدل قبل الالفة ده مد بدل تكون الهمزة قبل حرف الايه المد هنمد حركتين اتنين بس ونكسر الخاء الاخ الاخرة أفخ من را بقى قبلها كسر وبعدها كسر را في الآخرة وإنه في الآخرة لامينة اكسر الميم دي كويس عشان ما تبقاش ايه اشبه بالسكون لامنا لا لامينة مي لامينة لامينة حفظ عنه المرققة بعدها صادم كتفخمها لامينة الصالحين وإنه في الآخرة لامينة الصالحين واكسر اللام الحاو بين نون وإنه في الآخرة لامينة الصالحين اذ قال اكسر وحفظ عن رخا مرققة اذ لساني ها هي المسيناني اذ قال افخم القاف افتح اللام هو اعضم في الحروف المفخمة قال قال لام ولام حروف متماثلة من نفس المغرج ونفس الحركة افصل بينهم عشان ايه الفتحات كده ما تختلسش اذ قال له اذ قال له نفس الايه ايوا مد صلة هنمد حركتين وصلا ربه البا نضمها مرققة بعد الرأ ربه الواو زي الواو اه دي مد صلة برضو لا بس علامة مد اه دي مد صلة كبر عشان فيه همزة احنا اتفانع عن مد اربع حركات توسط اذ قال له ربه اسلم عشان اكسر اللام دي كويس سكن السين اس وما تستعجلش تكسر اسلم وبعني اقوم نازل مرة واحدة وسكن المين وبينها اذ قال له ربه اسلم اس اسلم وما تستعجلش عشان فيه صفير وحرف مهموس قال اهي كلمة بتكرر اسلمت اسهل وضم التأم رققة لربي اكسر وفخم واكسر مرقق لربي لربي اسكن اللام وافتح العين ما تكلفش فيها العين كده ايه خفيفة كده من غير ما مياها قال اسلمت لرب العالمين واحنا طبعا اتكلمنا على عايه مين كتير مين اللي بخبط مين اوعات ميلها مين وبين النون قال اسلمت لرب رب العالمين ووصا زي ما قلنا في الآلة فاتت قال له هنا حرفين برضو نفس الحرفين ونفس الحركة لكن هنا في كلمة واحدة اصعب خلصوا من بعض ووصا ووصا ادي الاولى حركتها ما اختلسهاش الاولى ركز عليها ورقق طبعا الاتنين عشان الص ممكن تفخمهم ووصا وحافظ على المادة الطبيعية بها ابراهيم مادة جائز من فصل اهي بها فيها المادة في كلمة ووصا بها ابراهيم بنيه اكثر النون اوعات ميلها بني بنيه والها ويعقوب اسكن للعلم غير ما تكلف وضوم القاف مفخمة والبقى مضموب اخلي بالك وانا معلم لك اتضم حمرة ليه لان احنا طبعا عندنا في النحو احنا قلنا ايه الفاعل بيجي ورا المفعول وخلاص بقى وانتهى فلما يجي عليه معطوف كده احنا ايه بندله فتحة لا ويعقوب معطوف على ابراهيم اوعات قول ويعقوب عشان ده خطأ وخطأ شاية عندي ناس كتير يبقى وصى بها ابراهيم بنيه وايه ويعقوب ويعقوب وكمان في الآل بعدها في تشابه ام كنت مش هداية حضرة يعقوب فمن لغبط في التشكيل يبقى ده ويعقوب ايه بو ويعملها في المصحف عندك كده على هديرة حمراء عشان ايه ما تنسهاش يابانية اكسر النون وشدد الياء يابانية يابانية ان نقول المشددة نقولنا حرقتين نقولنا مرقاقة وافتحها مرقاقة يعني افتحها مرقاقة يعني بعد ما اغن افتح بال فتحة اللي اسمها نا مرقاقة عشان اسم الجاه تكون مفخمة اللام ان الله ان ادي الغن وبعين نا وبعدين ارقق الهابع بعدها صاد مفخمة ان الله اصطف نفس الكلام بقى اطبق الصاد في الصفير والطاء حافظ عليها وامكن المخرج عشان ما يجيش هوا وحافظ على المادة الطبيعية لكومو ضم الكاف والميم واكسر الدال لكومو الديناء ضم وضم وبعدين مشدد مكسور والدال لما اجي اكسرها ساعة بيجي فيها واعمل ايه اقولك تعمل ضم كويس وبعد ما تضم سكن الدال ما قول حرف المشدد ده حرفين ساكن ومتحرك المشكلة ان انت بتدخل عالكسرة تقوم معاملة الهمس ده هتدخلش عالكسرة لكومو ساكن وبعدين دين هتلاقي أسهل حاجة في الدنيا واضح وده ايه حرف مشدد دائما معاك هتلاقي بقى أسهل ما يمكن ان الله اصطفى لكم الدين فلا اهمس وحافظ على المد الطبيعي تموتن نل مشددنا نقولن حركتين الا اكسر والماد الطبيعي مع التشديد وانتم نل ساكنة بعدها تاء اخفاء اقولن الغلن ساكنة وبعد ضم التاء اوعى تستعجلوا الضم وانت وانتم وانتم وبعدين ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة اضغام مثلين صغير غنة تانية يبقى غنة تانية وارا بعض اوعى تكسل وفي وحدة كانت قبلهم فلا تموتن الا وانتم مسلمون احنا قلنا هنا ايه سكن وكسر نفس الكلام سكن وضم وانتم مش داخل بقى عظمة وانتم شفت الصوت بقى عامل ازاي اه وانتم وانتم مسلمون بعد ما ضمها اسكن السين مس عشان عارف اكسر الله مش تاعد تكسرها ابدا كويس لو مسكنتش السين والسين هتركب كويس لما تسكنها بقى وتاخد طولها ده لو انت عملت السكون صح فلا تموتن الا وانتم مسلمون وبين النون في الاخر تعالوا ارواهم كلهم على بعضهم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكِهِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أسأل الله أن يؤسر لكم حفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات العشر وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسلام عليكم